يسأل يقول هل العلم الشرعي يؤتى لغير مخلص النية؟ نعم ممكن أن يؤتى لغير مخلص النية كان جملة من السلف يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله وقال بعضهم طلبنا العلم لغير نية ثم أتت النية وإيش؟ بعد وانت انظر إلى نفسك قد تكون الآن طالب علم والعالم وهكذا كثير من العلماء اليوم تجد أن أباه يعني هو الذي سلك بهذا الطريق وهو ما يفهم شيء ولا يدري عن شيء بل قد يكون كارهاً وبهي غصبه ويروح به معه ثم صار عالم من العلماء فحتى لو كانت نيتك سيئة لا تترك العلم العلم يصحح لك النية إن شاء الله ما دمت في العلم ومع العلماء ستصلح نيتك بإذن الله ولا يأتي أنك الشيطان يقولك ترك هذا الطريق أبدا لا تتركه